السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن شاء الله سوف نقوم بإجازة التمرين الرئيس 116 في الكتاب الدراسي المفيد في الرئيس وهو التمرين يتعلق بأموران الطاليس المباشرة إذا قلنا في التمرين ABC 13 إذا أنا مسموه 13 لكي يساعدنا في طاليس أنا مسموه D ABC 13 نقطة من AB وJ نقطة من AC إذا إي هي تنتعمي AB وJ هي تنتعمي الـ AC نقطة من AB يعني بالقطعة AB يعني إذا تكون نقطة E داخل القطعة AB وJ نقطة من AC لداخل القطعة AC يعني قطعة AC بحيث أن السقيمان بيسي و إيس جي متوازيان بايكون إيسي و إبيمو متوازيان إيس جي إيس جي و إيسي بيسي وعطونا رأي كتسوي ثلاثة سنتيم و أجي كتسوي جو سنتيم عطونا رأي كتسوي ثلاثة و أجي تسوي اثنين وأبي تسوي تسوي ثلاثون وأصي تسوي إيس قالوا لي حدد قيمة العدد إيس حدد قيمة العدد إيس إذا كلماش غاد ندير حدد قيمة العدد إيس إذا أنا كما كان لحظ هنا أعطوني مستقيمة متوازيان فاشكا ولقافش تمرير مستقيمة متوازيان وطلبوا مني حسب أحد الأطوال بحضب على إيس لطلبوا مني حدد قيمة العدد إيس هي الطول أصي إذا فهنا سأستعمل مبرعات طاريس المباشرة علاش؟ لأنه ستحقق لديها الطاريس وذلك عن طريق مستقيمة متوازيان وعندنا إي كتنتمي القطعة أبي وعندنا الجيل كتنتمي القطعة أصي ولدينا المستقيمات أبي وأصي يتقاطعان في النقطة أ فهذا ستحقق لطاريس المباشرة إذا كيفاش غاد ندير مستقيمة متوازيان؟ كذلك لدينا المستقيمات أبي وأصي يتقاطعان في النقطة أ في طاريس المباشرة دير لكم دوة دب قيم مستقيمة المختلفة مما ما مختلفة يعني متقاطعان وعندنا أ عفوا إي أي شيء آ إي تنتمي للقطعة أو للدعى أبي والج تنتبه كنحط تعليش ذي الطريس المباشرة كنحطه كامل تنتبه للقطعة أصي وخط بعد ذلك كنحط بأننا لدينا مستقما متوازيان وبما أن الج يوازي المستقيم بس فإن حسب مبرهنات طاليس المباشرة شنو عندي غيكون؟ غيكون عندي آئي على أطبي تساوي رج على شنو نتندل؟ كان حافظ عن انتقالات جيت جيت من ري يعني جيت من فوق الوسط ومن فوق الانتحت في الجهة الأخرى كذلك جيت من فوق الانتحت يعني كان حافظ عن انتقالات ديالي جيت من فوق الوسط يعني كان حافظ عن انتقالات ديالي يعني كان حافظ عن انتقالات ديالي أي تسعة وثلاثون في اثنان على ثلاثة تسعة وثلاثون في اثنان على ثلاثة تسعة وثلاثة بسعود بسعود وثلاثة وثلاثة تسعود الى 39 على 3 تساوي 13 إذن ومنه X قطعة مننا تساوي 13 في 2 تساوي 26 و 20 نعود للصيغة قلنا جينا من فوق الوسط القطعة ثم من فوق الى تحت إذن في الجهة الأخرى لدينا نفس الانتقالات من فوق الوسط ومن فوق الى تحت نحاول نحفظ على الانتقالات في طريس المباشرة و عندما تصلح طريس المباشرة دائما أقول أن طريس المباشرة تصلح لحساب الأطول و هكذا انشاء الله قد أنجزنا تمير ربعة سبحاني 16 من الكتاب المبارسي المفيد في الرياضيات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا شكرا